صديقاتي أصدقائي الكرام الحقيقة بعنا شواصي من مصر مصر حاضنة العرب وبدأت من اسكندرية بعد ما قدمنا ليلي تعد بكل مقييس من ليلي الجميلة في في بسيرة الطرب والإبداع والفن الراقي وأبطال هالمسيري هايدي أولا قبل كل شيء هالمبنى الرائع القديم اللي بيحمل أوبرا اسكندرية والقاعة اللي بتحمل اسم أحد المبدعي التجديد في الموسيقى العربية وهو الفنان العظيم سيد درويش قاعد سيد درويش وكان إلا الشرف نحضر هالمناسبة بناءا لدعوة كريمة من وزارة الثقافة المصرية وبدعوة كريمة من الأستاذ أمين الصيرفي اللي هو حقيقة عديب ومفكر وشاعر وبنفس الوقت مدير النشاطات الفكرية الثقافية والفنية لأوبرا القاهرة وأوبرا اسكندرية وأوبرا دمنهور ابتدت الفرح كان كبير لما شفنا جمهور مالي الصالة من أخرة يعني فيها ألف ومئة مقعد وعلى الجوانب بثلاث مستويات على الجانبين على طريق الأوبرا والسكالة العظيمة حقيقة منظر بيخشعله الإنسان ملاني صفوف على ثلاث مستويات يعني بتصور كان فيه أقل شيء بحدود ما بين ألف وثلاثمئة وألف واربعمائة شخص تقريبا في الساعة بيسمعوه وهذا شيء بيفرح للإنسان خلال نصف ساعة كان هذا العدد ملي كل شيء معتش في مجال لمقعد واحد فقط لغير حقيقة ابتدت بعد ما سكرت فترة حتى السيطارة من أدبيات الأوبرا إنه بعد فتح السيطارة ممنوع حدا يدخل ده الأوبرا متما كلنا نعرف هلق ابتدت بتقديم جميل ورائع للإستاذ زميد السيرفي متل عدته قدم كل التفاصيل الظروف إحياء ذكرى ولادة موسيقار فريد الأطرش تتكلم عن موسيقار فريد الأطرش عن أشياء جميلة جدا حكيها بالأستاذ فريد الأطرش وبعدين فات بتفاصيل اللي بدين يشتركه وبعدها قدم يعني بعد يعني ما تفاعل معه جمهور في شارك كتير رائع جمهور بيحبه كتير وهو رجل معروف عن مستوى مصر كلها رجل بيفتخر فيه كل من ينطق بالضاد الحقيقة جمهور يعني كان متجاوب جدا وأول شيء قدم فيه استاذي أمل عبدالكريم رئيسي جمعية الغائب الحاضر اللي كانت مشرفي على مسابقة خاصة وكان اللي شرف ترقص هذه المسابقة وهالمسابقة تعنا مثل ما احكينا المرة الماضي به الهوات على مستوى العالم العربي الذين يذكرون فريد بعد معين من اضطهاد اللي جان عم استوى كل مسابقات لأنه مجرد ما يندكر اسم فريد الأطراج كانوا يوجهوا بكل أسف إلى مطربين وفنانين آخرين وأنا أتحمل مسؤولية كلمتي المهم بهالموضوع أنه الحمد لله يعني الأستاذ أمل حكيت كلمة جميلة وحكيت على المسابقة وبعدين الأستاذ أمين صير في قدمني للجمهور بكل تواضع وأنا بشكر على عطفته وحكي كلام ممكن ما بيستحقه ولكن ولا دعي التواضع به الموضوع هذا ولكن كان لي الشرف أني ألقي قصيد قصيدة بالموسيقار فريد الأطراج وقصيدة أخرى بجيش المصري البطل بمناسبة انتصارات عشر رمضان عام 1973 وكان وكان لي شبه خلي نسميها مش مداخلي شبه محاضرة كل تواضع لأخذ بالحدود نص ساعة وبدون ما يمل عندي طريقتي كمان بكل تواضع بدي قول مش عبستعرض ولكن أخطر شيء أنت تطلع بجمهور الصالة وتشوف إنسان مش عبي ينتبه لك أو إنسان يتثائب أو إنسان تالت عبي يطلع بالسقفة وإنسان رابع حري كل واحدة حريته ولكن عظمية الموضوع أنك تقدر تكمش الجو بمعناه المثالي الريقي أنك توصل الفكرة ويستمع إليك بالسمع وبالبصر وبكل أحسيس ومشاعر عبتحكي شيء يتجاوبون معك الحقيقة قدمت عدة مناسبات أثبتت عالمية فريد الأطرش ومن ضمن كتابي فريد الأطرش العالمي نبغته عصره وليقد استحسان الجمهور بكل التواضع ولن أزيد حتى لا أتعم بشيء أنا بريء منه بعدين الاستاذ أمين قدم الفرقة الموسيقية الخاصة بالأوبرا ومن زوقه الرفيع قدم كل شخص بشخصه باسمه وشو مجاله بهال الفرقة بعدين أجت اللحظة اللي منتظرة كان جمهور اسكندرية بكل شغف وهو اللقاء بهال الفناني المبدعة الرائعة الخطيرة اللي هي فرح نسمة الآنسة فرح نسمة رح يكونوا تذكروني رح يكونوا لها شأن كتير كبير في العالم العربي قدمت ضجة تلقاعة طبعا بالتصفيق اللي بيعرفوها هي اسكندرانية وبطل جميلة وبحل رائعة تليق بالعوبرا الحقيقة قدمت ثلاثة أغاني أو بالأحرى سيمفونيتين وأغنية الأغنية الأولى ليالي الأنسي في فيينا هاي نقلتنا إلى فيينا أو جابت فيينا لعندنا على الصالة وكان في تجاوب نوع من الخشوع إذا بتزدت الإبري بتسبع رمطة وكانت الناس خاصة لما توصل للكبير راقص ضمن هالفالس العظيم ده هو يليل في فيينا بتلاقي لكل ضجة القاعة وكأنه عبي زقفه زقف بطلق أي أغنية شعبية وبعدين سكتوا لما رجعت الكلاسيك والفالس إلى بدايته بالأغنية وانتهت طبعا ترحيب رائع وبعدين إجت أغنية يا طيور حقيقة يا طيور تتطلب صوت أوبرالي كتير على المستوى وهذا الصوت الأوبرالي تملكه الفناني فرح الله وفقه بصوته بصحطه وبكل طلطة رائعة قدمتها بإعجاز وخاصة الديالوج لما ينعمل ما بين صوت العصفور والآله الموسيقية قدمتها بإعجاز حقيقي والعالم كلها ضجوا فيها وزقفولها وآخر شي يبدع الورد اللي هي من الأغاني من عيون الأغاني الجميل اللي قدم فريد أطرش الأسمان شيء بفرح القلب والعقل والروح وكانت لما تنتقل من لون ورد كانت العالم قب وتقعد الحقيقة سبحان الله يعني اللي بيقول أنه جمهور على الطريقة شوي سطحية أنه هاي بده الجمهور لا مش مظبوط الجمهور الكريم متلقي وحسب ما بتبعتله أغاني ريقي يتلقاها برقي وهذا أثبتته هاي الصهرة صهرة الأوبرا خلصت يبدع الورد بكل ترحاب بكل محبة بكل شغف بكل إبداع متل ما جئت وسط تصفيق غادرت فرح وسط تصفيق وبعدين قدم السزمين بطريقة اللبقة الرائعة الفنان المبدع الرائع من كل معنى الكلمة الأستاذ سامر زعتري ابن فلسطين الحبيبة ابن فلسطين البار وضجة القاعة متل نفس الشي اللي صار ستون أوفاسيون شي رائع نفس الترحيب كان متل ما رحبوا بفرح رحبوا بسامر محترم الألقاب وبدأت بأغنية دينية تطريبية اللي هي هلت ليالي حلوة وهنية وحقيقة هيدا الأغنية يعني يعني العالم بس نعرف شغل واحدة 169 مطر بمطر بين أجدير بالخليج بأخر محيط بالمغرب حتى الخليج حتى الشار بشرق العربي غنوها ولكن الأستاذ سامر مش بس أبدع تفوق فيها على نفسه ولما وكان الجمهور عبعيش معه كل كلمة كل لحظة كل 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 بتسيمة لما وصل للموال حقيقة كل عيشه معه الموال اللي أخذ معه بحدود سبع دقايق على طريقة الموسيقى الفريد الأطرش وذكرنا بالموسيقى الفريد الأطرش بالتطريب والتغيير كل نغمة بنغمتها وبطريقة دايما عظمته للأستاذ سامر بيظله محافظ على الريتم الأساسي وهو بيجود بشكل كتير الحمد لله انتهت بشكل خيالي والعالم كله كانت مصحورة منطربي بعدين خاصة في كمان بنفس الوقت في كورس كورس نسائي رائع هلق كمان غن رجع غن قولي تاني يارتني طير لطير حواليك وأبدع فيها مثل ما أبدع بالأغنية الأولى وخاصة كورس أخذ دور جميل جدا 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 فكرته يعني تنسيقية مع الشي اللي طرحوا الموسيقى الفريد الأطرش يعني ما بتعمل ما بتشذ عن القياة دي ولكن بتعطيها حالها كمان كان شي كتير رائع كتير جميل وكمان العالم كله هللت له صفقت له وانتهى لسه السامر مثل ما ابتدى بهالإبداع انتهى بالإبداع بعدين قدم الفنان وليد سليم اللي جاي من القاهرة وغنى أغنية تحبينا والحقيقة صوت جميل طلي جميلي والموال أبدع فيه يعني بحكي ضميني مرتاح انه كان كتلت حركة على المسرح وقدر حرك الجمهور كله يعني كان الجمهور صار بشوق انه يسمع شي شعبي كمان يعطي فيه حيوية أكتر وأكتر مع العلم انه مع الأستاذ سامر ولا مرة ما شفت حدا لما كانوا كلهم بالمئة مليون عذان صاغي ولكن سبحان الله دائما دائما الإنسان بين أخدوا رد بحيش بع المرات لتغيير النمط وتغير النمط شوي مع الأستاذ الفنان وليد الحمد لله انتهت حبينا و مفاجأة كانت انه الساعتين خلصوا مع العلم كان لازم بعد يغني الأستاذ سامر أغنية لو عينيكي وكان لازم يغني أغنية اللي مبدع باهر فيها لو عينيكي وكان لازم يغني كمان جميل جمال المهم من دماثة الخلق وخلاق العالم كان عنده ولا عند الأستاذ أمين الصيرفي طبعا احتراما لتقاليد الأوبرا أو لأدبيات الأوبرا نهيناها ولكن الأستاذ أمين الصيرفي ما قبل إلا أنه مهي كان ثلاث شهادات تقدير بكل تواضع الأول الشهادة قدمها للرائعة فرح نسمة والتاني شهادة قدمها للرائع سامر الزعتري والتالتي اللي شخصيا وأنا بشكره كتير على ثقة وفي وأنا بعتبرها هدية من الأوبرا ترتقي بالشهادات يعني بتبقى الشهادة شهادة ولكن بتبقى من إدارة أوبرا حقيقة بيضلوا حملة الواحد بقلبه وبروحه وبعقله وبعيونه وبكل ما لديه من مشاعر طيبة انتهت الصهرة والعالم طالع شبه مصحورة شبه مصحورة وكمان الأستاذ أمل عبدالكريم رئيس جمعية الغائب الحاضر قدمت دروع للأستاذ أمين الصيرفي ولمجموعة المطربين والمطربات وكاني لشرف حتى تحط البركة اني قدم بمبادرة شخصية أربع دروع الدرع الأول للأستاذ أمين الصيرفي الدرع الثاني للأستاذ أمل الدرع الثالث للأستاذ سامر ودرع الرابع للأستاذ فرح وانتهت صهرة وأنا بتصور أنه كل إنسان راح من هالقاعة وعظيم قياة الأوبرا وفي باله ووجدينه وتفكيره جزء من عظمة الفن من روعة الفن من فرح الفن الريقي وفي وفي نوع من ارتقاء النفس البشرية وقداش عظيم بطوبي لما بيقول لو لا الموسيقى لكانت الحياة غلطة والحقيقة اسكندرية شبعنا فيها من روعة وزوق أهلها زوق الناس الطيبة اللي كانوا حاضرين من هالترحيب الرائع الإبداعي من الأستاذ العظيم لأستاذ مين سيرفي مدير الأوبرا وهون كمان بدي يقدم تحية للي وكبونا الأولا الأوبرا بقيد الاستاذ زمين تانيا كمان بدي بدي حي الاستاذ محمد الناصر رئيس مرامج إزاعة صوت العرب في القاهرة اللي غطالنا المسابقة وغطالنا الصهرة و بدي حي كمان الأعلامي المبدع الصديقي وأخي اللي هو محمد فاروق طوالبية هو من الجزائر الحبيبي وهو عنده كناتكم في جناب بسويسرا اللي غطت أحداث الحفل وبعدين تابعتنا إلى القاهرة عند الاستاذ عادل السيد بصهرة كانت عنده على الإفطار الحقيقة وكبنا الاستاذ محمد طوالبية ونقلنا جزء من الإفطار وكانت صهرة للعمر مع قناة كمانتكم هون بنتهي وإن شاء الله يا رب بتكون للتوثيق هالشريط هيدا وليقستحسين كنت طولت عليكم بس بوعدكم إنه دائما دائما يكون دائما مطلق أي مناسبة ترتقي نحن بكم ومعكم نرتقي شكرا دائما 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 شكرا